تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدء صرف الدعم النقدي الشهري لمستفيد تكافل وكرامة بعد إضافة مليون أسرى جديدة موسكو تحزر من مغبة تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى والاتحاد الأوروبي يقول إن الدبلوماسية توقفت والصراع سيحسم في أرض المعركة قمة روسية صينية على هامش قمة شانغهاي وبوتين يعلن دعمه سياسة الصين واحدة ويدين الاستفزازات الأمريكية في طيوان أثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدأ اليوم صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر وذلك بعد زيادة عدد المستفيدين بمقدار مليون أسرى إضافية ويأتي ذلك بتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرى ويبدأ مستفيد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من اليوم الصرف من جميع مكينات الصرف الآلية المتاحة للبنوك المنتشرع على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي على أهمية تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوظيف كافة الإمكانات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في الدولة المصرية لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد منها وخلال لقائه مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة ملفات عمل الوزارة أوضح مدولي أن تطوير منظومة إدارة المياه يهدف لتحقيق مستهدفات الدولة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن خاصة ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك طبقا للبرامج الزمنية المخططة لها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بهدف تنمية الساحل الشمالي وإنشاء مدن عمرانية حضرية مخططة تسهم في استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص مختلفة للاستثمار وخلال اجتماعنا لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي أوضح مدبولي أن ما تحقق في تلك المنطقة خلال الفترة القصيرة الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المخططات التنموية المختلفة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر مؤتمر كوب 27 تتمثل في ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ وتحويل تلك التعهدات إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع جاء ذلك في كلمته المسجلة عبر الفيديو خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي بشأن تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت حيث شدد شكري على ضرورة تحويل الالتزامات والاتفاقيات إلى مبادرات واقعية عبر شركات تصنع قصص نجاح حقيقية في التعامل مع التغير المناخي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدولي الصديقة والشقيقة لتعزيز أفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2022 والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية حيث وصلت إلى ميناء تولون بفرنسا الفرقاطة طراز جايند المعز وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة في فعليات التدريب ويعد تدريب كليوباترا من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التي تنفذها مصر وفرنسا وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنصيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات العناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقا لأساليبي ومنظومات القتال البحري الحديثة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 509 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت 145 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المتعومة تم ضبط 94 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 727 قضية من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و108 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكدت روسيا أن الولايات المتحدة ستصبح طرفا في النزاع بأوكرانيا حال قررت تزويد كييف بصواريخ طويلة المدى وشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفة إلى أن إقدام واشنطن على هذه الخطوة يعد خطا أحمر مشددة على احتفاظ روسيا بحق الدفاع عن أراضيها إذا أصبحت واشنطن طرفا في الصراع بأوكرانيا صراح الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل أن هناك انقساما حدا داخل الكريملين بعد التقدم الأوكراني الأخير والتأخر في التعبئة العامة واعتبر بوريل أن الدولوماسية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية توقفت وأن القتال ضد روسيا سيحسم في أرض المعركة وجدد بوريل التأكيد على ضرورة الاستمرار في دعم كييف بدورها اعتبرت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندولاين أن أوكرانيا باتت الآن مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ووصلت رئيسة المفاوضية الأوروبية إلى كييف حيث من المقرر أن تلتقي الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على كيفية توحيد أوكرانيا وأوروبا بهدف إحراز تقدم في انضمام كييف إلى التكتل أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن القرى والبلدات التي استعادت القوات الأوكرانية سيطرت عليها من الجيش الروسي باتت مدمرة وأضاف زيلنسكي أن القوات الروسية لم تقم سوى بالتدمير والاحتجاز والترحيل القوات المسلحة الروسية ظلت في منطقة خاركييف لأكثر من خمسة أشهر وخلال تلك المدة لم يحاولوا حتى فعل أي شيء للناس لقد دمروا فقط وتركوا قرى مدمرة وفي بعضها لا يوجد منزل واحد على قيد الحياة لقد خلفوا وراءهم مدارس تحولت إلى مقالب نفايات وخربوا كنائس تحولت حرفيا إلى دورات مياه أعلنت أوكرانيا استعدة ألاف الكيلومترات شرق وجنوب البلاد من القوات الروسية ويأتي ذلك فيما أعلن الجيش الروسي قصف مواقع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركييف لا نتقدم صوى باتجاه واحد إلى الأمام نحو النصر هذه كانت كلمات الرئيس الأوكراني زلينسكي بعد زيارة أجراها إلى مدينة إزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في هجوم مضاد تعد هذه أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى منطقة خاركييف في شرق البلاد التي حررتها قواته بشكل شبه كامل في غضون خمسة عشر يوما فخلال شهر سبتمبر الجاري وحده أعلنت أوكرانيا أنها استعادت عدة ألاف من الكيلومترات المربعة في الشرق والجنوب وحذرت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني من أن الوضع متوتر تماما ويشهد نشاطا كبيرا في المقابل أعلن الجيش الروسي قصف مواقع للقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد لا سيما في منطقة خاركييف وقالت الدفاع الروسية إنه تم تنفيذ ضربات مكثفة في مناطقها من بلدات عدة أشهرها كوبيانيسكا استهدفت القوات الحيوية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وفي دونيتسيك أعلن الحاكم عن قصف على طول خط المواجهة كما أعلن حاكم منطقة لوهانسيك المجاورة أن القوات الروسية استعادت السيطرة على بلدة كريمينا الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا أدى إلى استعادة منطقة خاركييف المحاذيات لروسيا بشكل شبه كامل لا سيما مدينتي كوبيانيسكا وإيزيوم وهم مركزان لوجستيان رئيسيان للقوات الروسية وبموازات ذلك تقود أوكرانيا عملية عسكرية في جنوب البلاد في منطقة خيرصون حيث تعلن إحرازها للتقدم لكنه أقل مما أحرزته في شمال شرق البلاد ويعد التقدم الذي أحرزته كييف في سبتمبر هو الأهم منذ انسحاب موسكو من منطقة محيط كييف ومن وسط البلاد رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموقف الصين الذي وصفه بالمتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وخلال لقاء مع نظيره الصيني شي جيمبينج على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أسباكستان ندد بوتين بالمحاولات الغربية الهادفة إلى إقامة ما وصفه بعالم أحادي القب مؤكدا أن تلك المحاولات اتخذت في الفترة الأخيرة شكلا غير مقبول أوضح المتحدث باسم الخارجات الأمريكية نيد برايس إن تصنيف روسيا كدولة رعاية للإرهاب من المرجح أن يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني وضف برايس أن الإدارة الأمريكية تناقش مع الكونغرس اتخاذ تدابير مع روسيا بدلا من اتهامها كدولة رعاية للإرهاب وأشار المتحد السويل أن القرار في حالة إقراره قد يؤثر على استمرار تدفق المواد الزراعية والغذائية من الموانئ الأوكرانية ولكن هناك أيضا المساعدات الإنسانية التي قد يأتي مع تدفق روسيا كدولة موانئة صدق البرلمان الأوروبي بأغلابية الأصوات على تخصيص مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا وصوت 534 نائبا بالبرلمان الأوروبي لصالح تخصيص هذا المبلغ لأوكرانيا فيما عرضه 30 نائبا كان نواب البرلمان الأوروبي قد صدقوا خلال جلستهم العامة في ستراسبورغ على استخدام إجراء عاجل للموافقة على الدفعة الثانية من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 5 مليارات يورو أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية الجنوبية عن إسقاط قاذفة قنابل روسية من تراس 24 أم بالإضافة إلى تدمير العشرات من المعدات العسكرية وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي بيانا للقيادة العسكرية الجنوبية أكد أن الوضع في منطقة العمليات في اتجاه الجنوب لا يزال متوترا بشكل مضطرد وأضف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 13 غارة على مواقع روسية قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية تواصل أحكام قبضتها على المناطق المحررة حديثا في منطقة خاركيب وأضافت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أسكيل وتابعت كما أن العتادة على القيمة التي تخلت عنه القوات الروسية المنسحبة يتضمن معدات أساسية في أسلوب الحرب الروسي الذي يركز على المدفعية أعلنت رئاسة روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتاريش اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية وأوضح الكريملين أن بوتين شدد خلال الاتصال على ضرورة يوصول صادرات الحبوب إلى الدول الفقيرة أزمات متواصلة تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية فبجانب الطاقة وسلاسل الإمدادات تتصدر أزمة الغزاء أجندة اهتمامات العالم في هذا السياق جاء تأكيد الرئيس الروسي بوتين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتاريش بأن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب أولا إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها الطرفان شدد خلال اتصال هاتفي على أهمية إعطاء الأولوية لأولئك الذين يحتاجون إلى الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وتأتي هذه التصريحات في وقت تحتاج فيه موسكو على اتفاقيتين أبرمة في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة تتيحان تصدير القمح والذرة من أوكرانيا وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من موسكو الذي عرقلته العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكريملين يرى أن معظم المنتجات الغذائية الأوكرانية تذهب إلى الدول الأوروبية وهو ما تنفيه كييف ويشكو الكريملين أيضا من وجود عقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية من جهته قدم جوتيريش للرئيس الروسي معلومات مفصلة عن الجهود المبزولة لإزالة كل العقبات أمام الصادرات الروسية قائلا إنهم ملتزموا تماما بحل هذه المشكلة الاتصال الهاتفي بين بوتين وجوتيريش تطرق كذلك إلى محطة زابوريجيا حيث رحب الرئيس الروسي بالتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالمحطة النووية وكانت المحطة التي سيطرت عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا قد تعرضت للقصف عدة مرات في الأسابيع الأخيرة مما أصار مخاوف من وقوع كارثة نووية كبيرة وكان فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قام بزيارة تفتيش للمحطة في بداية سبتمبر وأوصى بإنشاء منطقة آمنة حول الموقع النووي موسيقى موسيقى قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك قال إن صادرات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي صرت أنخفضوا هذا العام بمقدار خمسين مليار متر مكعب هذا وتراجعت إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا بشدة هذا العام على خلفية الأزمة الأوكرانية وعقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا كانت روسيا تمد للاتحاد الأوروبي بنحو أربعين بالمئة من احتياجاته من الغازة وتراجعت هذه النسبة بشدة إلى تسعة بالمئة مع خفض موسكو والإمدادات مرجعة ذلك إلى مشكلة فنية ناتجة عن العقوبات الغربية أعلنت فرنسا وضع صقف لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لا يتعدى 15% بحلول مطلع العام المقبل يأتي ذلك على وقع أزمة الطاقة التي تعيشها القارة الأوروبية بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي وارتفاع أسعار الطاقة عالميا إجراءات الاقتصادية جديدة تخذتها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيس بورنا للحد من ارتفاع الأسعار التي تساعدت مع انطلاق شرارات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الحكومة الفرنسية وضعت صقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع السنة المقبلة لتواصل سيدرتها على الأسعار هذه المساعدات تستهدف أولئك الذين في أمس الحاجة إليها ما نقوم به هو إننا نضع زيادات في المساعدات مهما كان تكاليفها بسبب ضروريتها وللحد من التضخم هذا السقف سيستفيد منه الأفراد والشركات الصغيرة وستوزع شيكات للطاقة تتراوح قيمتها بين 100 و 200 يورو على نحو 12 مليون أسرى منخفضة الدخل لمساعدتها في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء الحدود القصوى لعام 2023 تعني أن الأسر التي لديها تسخين بالغاز ستدفع في المتوسط 25 يورو شهريا بدلا من 200 يورو إضافية في حال عدم وجود صغف وأن متوسط فواتير الكهرباء للمنزل ستشهد زيادة قدرها 20 يورو شهريا ويتوقع أن تصل تكلفة هذه الإجراءات إلى نحو 16 مليار يورو حيث سيستهل قطاع الغاز نحو 11 مليار يورو و5 مليارات للكهرباء فرنسا موطن أكبر عدد من المفاعلات النووية في العالم بعد الولايات المتحدة أقل تعرضا من جيرانها الأوروبيين لخفض إمدادات الغاز الروسي ردا على العقوبات الغربية على روسيا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لإيجاد بديل للإمدادات الروسية مما يزيد من أزمة الطاقة في جميع أنحاء القارة الأوروبية حفى الرئيس التنفيذي لمجموعة إني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي بلاده على ضرورة زيادة قدرتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من العام المقبل وقال ديسكالزي أن إيطاليا ضمينت وردات إضافية من الغاز من الجزائر والنرويج للتعويض عن هبوط في الإمدادات من روسيا لكنها تحتاج لمرافق إضافية للغاز الطبيعي المسال لاستقبل المزيد من الوقود زادت وردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في أغسطس الماضي بنسبة تجاوزت 210% مقارنة مع أغسطس 2021 في حين انخفض حجم وردات النفط الروسي في الشهر نفسه بمقدار أكثر من 20% على أساس سنوي وتدل الإحصاءات التي نشرتها وزارة المالية اليابانية على أن توريد الفحم الروسي انخفض في أغسطس الماضي بمقدار أكثر من 32% مقارنة مع أغسطس 2021 في حين ارتفع استيراد الغاز في هذا الشهر بنسبة تقترب من 45% أهلا بكم من جديد أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم الشهري في الأرجنتين بنسبة 7% في أغسطس الماضي وأضف بيان لواكلة الأحصال الحكومية أن التضخم قفز إلى حوالي 80% على أساس سنوية ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية 3% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.7% في يوليو وعزت الهيئة العامة للإحصاء لارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل 4% وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7% وكان الارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي بالسعودية في أغسطس الماضي حققت أنرويج فائضا تجاريا قياسيا في أغسطس الماضي بقيمة 19 مليار دولار مدعومة بارتفاع أسعار صدرات الغاز إلى أوروبا ومع إنتاج يوميا يبلغ حوالي 4 مليون برميل من المكافأة النفطي مقسمة بالتساوي تقريبا بين النفط والغاز كانت أنرويج هي الفائزة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية وتتصدر نرويج مورد الغاز لأوروبا في الوقت الحالي متجاوزة روسيا التي خفضت شحنات الغاز على خلفية الأزمة الأوكرانية وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول تمويل بقيمة 900 مليون دولار لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية في 35 ولاية وخلال زيارات بايدن لمعرض ديترويت للسيارات الذي توقف لعامين بسبب جائحة كورونا عرض جهود إدارته للترويج للسيارات الكهربائية وقام بايدن بجولة بين مزيج من السيارات الهجينة والكهربائية وسيارات الوقود الداخلي الأمريكية الصنع واستقبل العمال النقابيين والرؤساء التنفيذيين والقادة المحلي قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إن موسكو تؤيد سياسة الصين واحدة وخلال لقائه مع نظره الصينية شي جانبينغ على همشي قمة منظمة شنغهاية للتعاون في أسباكستان أوضح بوتين أن الاجتماع يمثل قطوة جديدة لتعزيز الشراكة الصينية مؤكدا أن موسكو تعرض ما وصفه باستبزازات الولايات المتحدة في مضيق تايوان اعتبرت الصين أن مشروع قانون أمريكي ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى طيوان يبعث رسائل خاطئة وخطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في طيوان وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أنه في حال تم إقرار القانون فسيحدث الأمر هزة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وسيؤدي إلى تداعية خطيرة على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان تعد قضية تايوان من القضايا الشائكة في التعامل بين الولايات المتحدة والصين حيث ترى بكين في مساعدات واشنطن لتايوان تجاوزا لمبدأ الصين الواحدة موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون السياسة تايوان يعد خطوة هامة في عرضه على المجلس لإقراره وهو ما ينذر بمواجهة جديدة بين واشنطن وبكين مشروع القانون يسمح على مدى أربع سنوات بتقديم مساعدة عسكرية للجزيرة تبلغ أربع مليارات ونصف مليار دولار كما يسمح أيضا بإعلانها حليفا مهما من خارج الناتو وهو الأمر الذي ترى به بكين خطوة لاستعادة التحالف العسكري الأمريكي التايواني والتخلي عن اتفاقية عام 1979 التي تقر بكون الجزيرة جزءا من الصين وكشفت الصين عن رفضها لأي محاولات أمريكية تهدف إلى الاعتراف بتايوان وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ الصين إجراءة أكثر صرامة في التعامل مع الأزمة خاصة وأنها ترى في الاعتراف الأمريكي بتايوان دولة مستقلة محاولة لتقسيم الصين وإدامة هذا الانقسام مشروع القانون الأمريكي يسمح للولايات المتحدة بالمشاركة مع حكومة تايوان المنتخبة باعتبارها الممثل الشرعي لشعب تايوان مع التأكيد على عدم الرغبة الأمريكية في الدخول في أي مواجهات مع الصين أعلن وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن أعلن أن واشنطن تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية وخلال اجتماعه مع وزير الدفاع الياباني ناقش أوستان الإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان وبالقرب من حدود اليابان وصفها بأنها عدوانية واستفزازية وناقش كذلك الأعمال العسكرية في أوكرانيا ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفن حربية روسية وصينية أبحارت في ثاني دورية مشتركة لمنطقة المحيط الهادئ وفي بيان قالت وزارة الدفاع الروسية أن السفن ستعمل على تدريب مهارات المناورات التكتيكية المشتركة وتنظيم الاتصالات وإطلاق نيران المدفعية العملي ورحلات طائرات الهلكوبتر على متن السفن وأكدت الوزارة بحسب البيان أن مهمة الدوريات المشتركة هي تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة أسيا والمحيط الهادئ وحماية مجالات النشاط الاقتصادي البحري للبلدين أعلن مسؤول كبير في أرمينيا عن الاتفاق على هدنة مع أزربيجان بعد أعمال عنف على مدار يومين مرتبطة بنزاع المستمر منزع عقود على منطقة ناجورنو كارباخ هذا ولم تصدر تصريحات من أزربيجان بخصوص الهدنة التي من شأنها أن توقف القتال الأكثر دموية بين البلدين منزع عام 2020 في محاولة لكبح المواجهات بين أرمينيا وأزربيجان التي اندلعت على مدار اليومين الماضيين نحى الطرفان إلى هدنة جديدة لوقف أعمال القتال الدائر في منطقة ناجورنو كارباخ فوفقاً لمسؤول كبير في أرمينيا أعلنت ياريفان توصلها إلى اتفاق هدنة مع باكو ولكن لم تصدر تصريحات من أزربيجان بخصوص الهدنة التي من شأنها أن توقف القتال الأكثر دموية بين البلدين منذ عام 2020 أتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جاء بسبب تدخل المجتمع الدولي وروسيا التي أنهت أيضاً القتال في عام 2020 والذي أطلق عليها حرب القرباخ الثانية وقتل فيها المئات إذ أعلن العضو البارز في مجلس الاتحاد الروسي جريغوري كارسين أن الجهود الدبلوماسية الروسية لها فضل كبير في التوصل إلى الهدنة وأضاف أن الرئيس الروسي بوتين تحدث إلى رئيس وزراء أرمينيا باشنيان ودعاه إلى الهدوء بعد اندلاع العنف ودعت دول أخرى الجانبين إلى ضبط النفس وفي كلمة له أمام البرلمان قال باشنيان إن بلاده وجهت نداء لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو لمساعدتها على استعادة وحدة أراضيها كانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أعلنت أن إطلاق النار في المناطق الحدودية قد توقف بعد الإبلاغ عن مقتل 105 من الجنود في أرمينيا منذ بدء العنف هذا الأسبوع كما أعلنت أزربيجان مقتل 50 عسكريا في اليوم الأول من القتال حتى تم الاتفاق بين البلدين يتقدم الإعصار مويفة على طول الساحل الشرقي للصين بعد أن جلب رياحا عتية وأمطارا غزيرة إلى مدينة شنغهاي هذا وقد بلغ الحد الأقصى لسرعة رياح الإعصار 125 كم في ساعة عند وصوله إلى اليابسة بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين ومن المتوقع أن يضاعف الإعصار من حركته عبر الأجزاء الشرقية من مقاطعة جيانيكسو أعلنت السلطات الفرنسية احتواء حريق هائل في جنوب غربي البلاد أدى إلى دمار أكثر من 3700 هكتار من الأراضي في منطقة ميداك لزرعة العنب وفي بيانا أوضحت السلطات أن الحريق لم يحرز أي تقدم ولا توجد عمليات إخلاء جديدة كان ما يقرب من ألف رجل إطفاء قد كافحوا النيران طوال الليلة وأتت النيران على أربعة منازل وعدة مباني فيما أجلت السلطات أكثر من 1800 شخص في وقت سبق هذا الأسبوع اقترح الاتحاد الأوروبي تشريعا جديدا من شأنه أن يجبر الشركات المصنعة على ضمان أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت تفي بمعايير الأمن الإلكتروني ما يجعل الاتحاد الأوروبي أقل عرضة للهجمات وقال الاتحاد الأوروبي أن الهجوم السيبراني يحدث كل إحدى عشرة ثانية وتقدر تكلفة السنوية العالمية للجرائم الإلكترونية ب5.5 تريليون يورو وفقا لتقديرات العام الماضي وقالت المفوضية الأوروبية أن الهجمات الإلكترونية شهدت زيادة خلال أزمة فيروس كورونا بينما أثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة الأوروبية وسط أزمة طاقة عالمية بحث رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون مع رئيس الوزراء المكلف نجميقاتي تطورات تشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات الجارية للإسراع في عملية التأليف جابلك خلال لقائهما بقصر الرأسة ببعبده ومن المقرر أن تنتهي عهدة الرئيس اللبناني في أواخر الشهر الجاري يبحث عمال الإنقاذ الأردنيون لليوم الثالث على التوالي عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني منهار في العاصمة عمان بعد أن تأكد مقتل تسعة على الأقل حتى الآن كان مبنى سكني في حي اللوبدة بالعاصمة الأردنية قد انهار على نحو 25 شخصا يوم الثلاثاء الماضي وسعى الدفاع المدني على إزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة للبحث عن ناجين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نشاط الشركات الألمانية القائمة في مصر وكذلك استعرضوا الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال اللقاء عبدالوهاب مع رئيس التنفيذي للتحدي غرف الصناعة والتجارة الألمانية لوضع أليات تعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وتعظيم الشركة الاستثمارية بين البلدين أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تدولات مرتفعة وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس ثيرتي بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10.079 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سفينتي بنسبة 17 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 2.267 نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس هندرد بنسبة 49 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 3.223 نقطة نجحت الدولة في جعل مصر اولى دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي بعد اطلاق القيادة السياسية في شهر اكتوبر من عام 2018 مبادرة للقضاء على فيروس سي واعلن مصر خالية من هذا المرض فيروس سي او الالتهاب الكبد الوبائي مرض صامت تسلل الى اكباد ملايين المصريين خلال العقود الماضية حتى جاءت مبادرة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر اكتوبر من عام 2018 للقضاء على فيروس سي واعلن مصر خالية من هذا الكابوس هدف جاء ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف ايضا الكشف المبكر عن الامراض غير السارية لعلاج المصابين بفيروس سي بالمجان فخلال اشهر معدودة وبمعدلات غير مسبوقة وضعت الدولة سلاسة محاول لتنفيذ المبادرة بدءا من القضاء على قوائم الانتظار مرورا بالخطة القومية للمسح الطبي الشامل ووصولا لمكافحة العدوى وخفض معدلات الاصابة لتنجح مهمتها في مسح اكثر من 58 مليون مواطن والنتيجة رصد نحو مليونين ومئتي الف مصرية متعايش مع الفيروس حتى اكتشفوا الحقيقة المرة ومع انتشار حملات المبادرة في كل المحافظات هانت الصدمة وتيسر العلاج وذلك بعد ان نجحت الدولة في فحص اكثر من 60 مليون شخص وعلاج اكثر من 4 ملايين سبتت اصابتهم بالفيروس اكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث العمل والكفاءة والسرعة وانجاز علمي يستحق الاشادة هكذا وصفتها منظمة الصحة العالمية التي اشادت بجهود مصر في مواجهة واحدة من اكبر المشكلات التي تهدد الصحة العامة مما جعل مصر اول دولة تقضي على التهاب الكبدي الوبائي لم يكن الطريق بالهيي على دولة يتخطى تعداد سكانها المئة مليون نسمة لكنها ستبقى خطوة مضيئة تضاف لريادتها وملحمة انقاذ فريدة لمواطن لم يتخيل انه مريض ولن ينسى انه لم يتحمل جنيها واحدا للعلاج انتهت اخبارونا وهذه تذكرة بالعنون تنفيذا لتوجهات الرئيس اسيسي بدء صرف الدعم النقضي الشهري لمستفدي تكافل وكرامة بعد اضافة مليون اسرة جديدة موسكو تحذر واشنطن من تزويد كييف بصواريخ طويلة المدى والاتحاد الأوروبي يقول ان الدبلوماسية توقفت وان الصراع سيحسم في ارض المعركة قمة روسية صينية على همشي قمة شنغهاي وبوتين يعلن دعمه سيسة الصين واحدة ويدين الاستفزازات الأمريكية في تايوان وصلنا الى ختام نشرة السالسة شكرا على طيب المتابع وإلى اللقاء موسيقى موسيقى